نفت بطرياركية الروم الأرثوديكس في مدينة القدس المحتلة بيعها لأراض أو عقارات كانت بحوزتها أو تحت تصرفها في الأراضي المحتلة مشيرة إلى أن هذه الأراضي قد وقعت تحت الاحتلال عام 1951 ففي بيان لها أوضحت البطرياركية أن ما قامت به اليوم هو إنقاذ حقها المالي واستخدامه للحفاظ على وجودها من أجل خدمة وحماية أراضيها وممتلكاتها ومقدساتها الدينية في البلدة القديمة ومناطق عام 67 هذا وكان عدد من أعضاء مجلس النواب أصدروا بيانا يطالبون فيه بإلغاء صفقة بيع ما يزيد عن 500 دنم من الوقف المسيحي الأرثوديكسي لمستثمرين تابعين لدولة الاحتلال